يسأل يقول هل في الصحابة أناس من الجن أو عفوا من الجن أخي الفاضل أولا الصحابي من هو الصحابي كما يعرف العلماء هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمناً به ومات على ذلك هو من التقى بالنبي سلم من لقي النبي سلم مؤمناً به ومات على ذلك من لقي النبي يشمل كل أحد لقي النبي سواء كان أعمى أو بصير إنسي أو جني عام من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به الإيمان طبعا الشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أتى بأمور الإسلام ومات على ذلك يعني لا بد أن يموت على ذلك ولذلك كثير من قريش كفار قريش رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما آمنوا به ما آمنوا به في من المنافقين من رأوا النبي فآمنوا به إيمانا ظاهر ولكن ماتوا على الكفر فبالنسبة للجن الجن عالم غيبي التقوا بالنبي نعم صلى الله عليه وسلم التقوا به التقوا به معروف الالتقاء في مكان اسمه نخلة بين مكة والطائف والتقوا به وسمعوا القرآن وآمنوا طيب وين هم الله أعلم نحن ليش لن نعالم غيبي إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم وذلك ما نستطيع أن نزم بأن والله الجن هؤلاء القبيلة الفلانية هم المؤمنين وغيرهم الكافر لا مثل القضية التي ذكرتها قبل قليل ما في ثمرة ما في فائدة الآن نقول مثلاً يوجد من الصحابة عفواً يوجد من الجن من يطلق عليه الصحابي طيب وينه ما شوفه هنا وعالم غيبي طيب ما هي الثمرة وإيش الثمرة لا بيني وبين مثلاً نسب ولا زواج ولا أكل ولا شرب ولا سكن ما فيه فهذه كلها منقطعة بارك الله بل ذلك يا أخي خالد الله يرضى عليك اشغل نفسك بما هو مفيد بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر